لو قدرة ليك أنك أنت كنت تشوف الأستاذ يوسف للمرة الأخيرة قبل وفاته وجهاً لوجه كنت هتقوله إيه؟ أنا شفته كنت هتقوله إيه؟ أنا شفته على فكرة كتير أنا بعد ما عملت شباب على كف عفريت إحنا كنا يعني كان بيتصل بي وانا بيتصل بي وانا بيتصل بي وانا بكله لكن فيه قرار أن أنا مش هشتغل مش هشتغل خلاص لكن كإنسانية يعني ما بين بعض عادي هو أقولي يكون لسانة طيب في عيد ميلاده ويقولي يكون لسانة طيب في عيد ميلادي كده بالشكل ده يعني لكن كتعاون خلاص رفضت أن أنا أتعاون معاه حتى لما فيه شباب على كف عفريت لما أنا أنتكته وكده وكنت حبيت أن أنا أنزل الفيلم في وقت ما كانش معايا فيه فلوس وكان عشان أعمل نسخ لازم أدفع فلوس كاش فخليته رحت له خليته يتصطلي عند الموزة لا مش عند الموزة عند المعمل أن أنا أعمل نسخ بشيك من غير مدفع فلوس مؤجل يعني فعملوا لي بنسخ من غير بالشيكات بس بوسطة يوسف شايل يعني إيه لما شافوا يوسف شايل يعني العلاقة ركع التاني للمجاريها عادي جدا أحنا بس أنا فرار ليه ما حددتش جنازته لما توفى؟ لا أنا ما كنتش بس كان فيه حاجتين أولا أنا كان عبدالله محمود توفى قبل يوسف شايل ولما رحت الجنازة مع عبدالله محمود كان شيء بشع لأن أنا ما بحبش التجارة يعني الصحفين حولوا الموضوع من أن حالة مهمة جدا أنك تبقى قاعد بتشوف صاحبك أو قريبك خلاص حياته انتهت داخل القبر إذا ما أنت تبقى عندك التعاظ وتقعد تلاجع نفسك وتشوف الحالة اللي أنت فيها مش هتقعد تعمل بقى حالة تقعد تتكلم فيها عنه وعن أمجاده هو محتاج دعاء دلوقتي هتحول الموضوع لتجارة وفنا كريت جدا حكاية أن أنا أمشي في جنازات عشان الكاميرات والصحفة والأشاد كلها